حسوبي ممتع هنا ترون بابا، ماما، وثلاثة أطفال الطفلة الصغرى سنها عامين، واسمها ماريا رجان ولد، وسنه أربعة أعوام نورا هي الكبرى، سنها ستة أعوام البيت فيه تلفاز وحاسوب ولوح إلكتروني وحاسوب محمول وهاتفين محمولين أين بابا؟ أين ماما؟ أين ماريا؟ أين الكمبيوتر؟ أين الهاتفان المحمولان؟ الأسد قطة تقوم ماريا وأمها بلعبة اللغز على اللوح الإلكتروني سألت الأم ماريا، أين الأسد؟ أشارت ماريا للأسد سألت الأم، ماذا يقول الأسد؟ قالت ماريا، مياو قالت الأم، هل الأسد قطة؟ قالت ماريا، نعم، ضحكت الأم تظن ماريا أن أمها لطيفة، الأم فخورة بماريا أين لعبة اللغز؟ أين ماما؟ أين ماريا؟ هل ترى أسداً أم قطة؟ يشاهد الأب ورجان إعلاناً يشاهد رجان قطعة الشوكولات على الحاسوب صرخ رجان أبي، أبي، هل يمكنني الحصول على هذه الشوكولاتة؟ قال الأب، لا، هذا إعلان يمكن حتى أن تكون هذه الشوكولاتة غير جيدة لا نشتري كل شيء بمجرد أنه ظهر في إعلان أين دعاية الشوكولاتة؟ هل يشتري أبي الشوكولات؟ محادثة الجدة عبر سكايب تعيش الجدة بعيداً الجدة لطيفة جداً يريد نوجا ورجان وماريا والأم والأب الحديث مع الجدة ويريدون أن يشاهدوا الجدة لذلك يتواصلون عبر سكايب رسمت نورا رسماً إنها تري رسمها لجدتها أين جدتي؟ هل جدتي سعيدة أم حزينة؟ ماذا تشاهد في لوحة نورا؟ نورا غاضبة عقدت نورا وأمها وأبيها اتفاقاً يمكن لنورا أن تشاهد التلفاز واللعب بألعاب الحاسوب لمدة ثلاثين دقيقة مرتين في اليوم لكن اليوم لا تريد نورا أن تتوقف بعد الثلاثين دقيقة تقول نورا لأمها وأبيها تقضون اليوم كاملاً قبالة التلفاز والحاسوب قالت الأم حسناً لن أستعمل الحاسوب الآن ولا أنت هل تريدين الذهاب إلى نادي الطبخ في مركز التجمع؟ أين ساعة الحائط؟ كم دقيقة يسمح لنورا أن تجلس خلف شاشة الكمبيوتر؟ هل نورا غاضبة أم سعيدة؟ إلى نادي الطبخ ذهبت الأم ونورا ومريا إلى نادي الطبخ سوف يقومنا بصنع البسكويت أمضت الأم ونورا ومريا وقتاً ممتعاً في نادي الطبخ يتواجد نادي الطبخ في مكان قريب في الناحية الأخرى من الشارع نورا سعيدة الآن مجدداً أين نادي الطبخ؟ ماذا سيفعلون في نادي الطبخ؟ هل نورا سعيدة أم غاضبة؟ لا يريد راجان أن يجلس خلف الحاسوب بعد الآن يقول راجان أبي هل تريد لعب كرة القدم؟ يقول الأب أكيد دعنا نفعل ذلك أحضر الأب وراجان كرة وذهب إلى الساحة يلعب الأب جيداً كرة القدم لكن راجان يلعبها أفضل بكثير يريد راجان أن يكون لاعب كرة قدم عندما يكبر أين الكرة؟ أين أبي؟ أين راجان؟ ماذا يريد أن يصبح راجان في المستقبل؟ ماذا يريد أن يصبح راجان في المستقبل؟ ترجمة نانسي قنقات